الموطن الدائي واحد هو عدم تحصين الشباب بخطاب ديني يقوم على أسس إيمانية صحيح؟ لكن هذا الأسس الإيمانية يجب أن تنبني على عقيدة علمية عقلية صحيحة مثلاً عدد من الناس يروج يعني إن كان يقصد ذلك فعليه من الله ما يستحقه وإن كان مخطئاً نبهنا الله وإياه للصواب وغفر الله لنا وله يعتقد أن الخطاب الشرعي إنما يقوم فقط على ضغدغة العواطف وليس فيه مكان للعلم والجانب العقلي وللاستدلال والاستنباط والمنطق في حين أن الدين عندنا كله قائم على العقل من أكثر الآيات التي يتحدث فيها الحق سبحانه وتعالى عن الآيات الدالة على وجوده مثلاً كان في سورة البقرة إما يبدأها بالكلام عن أولي الألباب أي أصحاب العقود إما يختمها بقوله إن في ذلك لآيات لقوم يعقلوا مثلاً لو أخذنا قول الله عز وجل إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزر الله من السماء مما فأحيى به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات أي لعلامات دالة على وجود الله عز وجل الذي خلق هذا الكون كله لآيات لقوم يعقلون إذن العقل والاستنباط والفكر والدليل لغير ذلك هذه كلها أمور يعني ينبني عليها الإسلام ويجب أن ينبني عليها الخطاب الشرعي أما الخطب الرنانة التي تضغضغ العواطف هذا مش أنها أنتشحن شيئاً من إيمان العبد حتى إذا قام لتعلم دينه تعلم دينه على أسس منطقية عقلية صحيحة مثلاً قول الله عز وجل يعني الآن بهذه الآية فقط يناظروا كبار الملاحدة ولا يجدون جواباً لأنهم تضعوا هذه الآية في مأزق قول الله عز وجل أم خلقوا من غير شيء إنهم هم الخالقون يعني هم أصحاب الخطاب الإلحادي يدعون أنهم يتكلمون كلاماً علمياً طبعاً من كي يتكلموهم عن العلم يقصدون العلم الجريبي لأنهم يحصرون العلم في العلم الجريبي من نسبة لهم الدين ليس علماً والتاريخ ليس علماً إنما هي أخبار لغا ذلك لكن العلم هو العلم الجريبي فقط فهذه الآية ترد عليهم بالمنطقة العلم الجريبي أم خلقوا من غير شيء يعني بالعلم الجريبي هم يوقنون أنه لا يمكن للا شيء أن يخلق شيئاً إذن أم خلقوا من غير شيء لا لم يخلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أي هل خلقوا أنفسهم يستحيل أن يقول لك أحد إني عقلياً يستحيل يعني هل خلقت نفسك لكي تخلق نفسك عليك أن تكون قبل خلقي نفسك إذن هذا أمر مستحيل والله عز وجل في حثب للعقل على التفكير لم يعطينا الافتراض الثالث وهو الافتراض الصحيح لأن هناك خالقاً خلقهم الله عز وجل أضمار هذا الأمر يعني من السفه أن نكلمكم ما أن نقول لكم إن الله عز وجل وخالقكم فهذه استنتاج بداهي لا يمكن إلا أن تقف عليه فالقرآن الكريم والسنة النبوية مليئة بهذه الآيات التي تخاطب العقل إذن سياسياً لماذا يتأثر شيء بخطب الحالي؟ ممتاز لأن هذا المنهج العقلي في القرآن الكريم هذا لا يعطى للتلميذ مثلاً لو أخذنا ما يدرس على مستوى التربية الإسلامية لوجنا أننا المقرر هزيلاً حتى أسادت التربية الإسلامية يشتكون من هذا الأمر هم أنفسهم يشتكون من هذا الأمر يقولون أن المقرر التربية الإسلامية إما لا يقرر أموراً علينا أن ندرسها للطالباء إما كذا إما كذا مهم هذا موضوع لعل الخوض فيه يخذ مننا أكثر من اللازم لكن محل الشاهد هو أن هذا الخطب سواء داخل مناهج تعليمية أو الإعلام حدث ولا حرش أو فيما يتعلق بقضية الخطب الدعوي داخل المساجد لا يبني فضولاً علمياً عند الشباب ولا يغذي هذا الفضول حتى إن أثاره لا يغذيه بالقواعد التي ينبغي في الجانب الآخر ثم طريقة تسويق الخطاب الدين لا زالت طريقة تسويق الخطاب الدين عندنا متأخرة جداً جداً الدعوة إلى تجديد الدرس العقدي وإلى تجديد طريقة الخطاب الدين نحن لا نتكلم عن تغيير الدين نحن نتكلم فقط عن إعادة بث الجدة والقوة والنشاط في الخطاب الدعوي فقط باستعمال التقنيات الحديثة في حين نجد أن كل من يريد أن يروج لشبهة إلحادية أو شبهة لا أدرية أو شبهة شكيكية مثلاً نجد أنه يستعمل أحدث التقنيات مع المونتاج مع الحرب الدائرة الدائرة رحاها الآن هي حرب الصورة وحرب الإعلام فهم مثلاً الملاحدة والمروجون للفكر الإلحادي عندهم قوة ضاربة قوية طبعاً عندهم دعم لوجيستيكي عندهم أموال لغاية ذلك نحن لن نختبئ خلف هذه الأمور حتى لا نتحمل مسؤوليتنا لكن هذا واقع ما له من دافع الخطاب الديني لا زال كلاسيياً بل بعض الناس يقولون نحن لا نحتاج تخيل سفها بعضي من يتصدر للدعوة يقول والحمد لله ليسوا كثراً يقول نحن لا نحتاج إلى محاورة الملحدين فالإسلام يحمي المسلمين من كل شبهة إلى غير ذلك ولو رأى هذا السيد الذي يتكلم وهذه المجموعة التي تتكلم بهذه الطريقة العقيمة لو رأت كيف أن الإلحادي ينخر في جسد شباب الأمة نخراً والله لما تفوه بمثل هذه الترهات فكي يجي الجانب الإلحادي يقيم شبهته وتسمى أصلاً شبهة لأنها تشبه الدليل وليس الدليل لكن فهي فقط تشبهه ويتلبس الأمر على الذي ليست عنده حصانة ليست عنده حصانة فكرية ولا دينية فيقدمونهم الطريقة بهذه الطريقة فيها موسيقى فيها صورة فيها القوة المعلوميات إلى غير ذلك والخطاب الدعوي لازال عندنا كلاسيكياً لازال لازلنا نصور مثلاً نقتصر لا أقول هذا الاحتلال نبخسه حقه لكن لازلنا نقتصر عن تصوير مثلاً ذلك الشيخ العالم أو الفقيه الذي يتربع على كرسيين ويحدث الناس لو كان الشباب عندهم من الصبر ما يستمعون به لذلك الدرس لما كنا نناقش قبير الإلحاد عند الشباب لكن لا بد من الخروج لهذه السحة ليس لأنهم فرضوا علينا هذا المجال لكن لأن الله عز وجل ابتداء خاطبنا بهذا الأمر يعني هو أمر كائن فقط الإلحاد يختلف من زمان إلى زمن كان زماننا الإلحاد فيه إلحاد مثلاً في أسماء الله عز وجل من حيث التحريف والتعطيل والتأويل أما الإلحاد الآن فصار إلحاداً في يعني إنكار وجود الله عز وجل بالكلية فالإلحاد كان وباق وسيبقى لأنه حرب بين الشر والخير بين الحق والباطل لكن وجب على أهل يعني أهل الشاني أن يقوموا له كما ينمغي وهنا يعني نصيحة أذكرها حتى بالنسبة لي ونداء بالنسبة للناس الذين هم أهل أموال ويحملون هم الدين مثلاً قد تأتيه للمساهمة في بناء مسجد فقد يجود مثلاً ب مئتين ألف درهم ويجود بأكثر من هذا بل منهم من يقيم مسجداً لوحده بما لا يقل على مليون دولار المقابل دل مليون يورو يعني مليار سنتيم مغربية لكن لو سألته مثلاً أربعين ألف درهم مغربية يعني ما يقارب أربعة آلاف يورو لو سألته أربعة آلاف يورو لشراء معدات للتصوير يعني بجودة طيبة والتقاط الصد بجودة طيبة حتى نسجل مثلاً سلسلة دعوية وننتشر في الأفاق بتسجيل مثلاً برامج توعي الشباب وتنشر دينهم وتقول له هذا من الصدقات الجارية يظنك أنك جئت لتنصب عليه لتأخذ ماله بغير وجه حق فهذا الوعي في هذا الباب المسجد لا بد من مساجد لا بد من بنائها وعمارتها المصانع والمعامل لا بد من بنائها وعمارتها لكن جانب الإعلام أيضاً لا بد من تقويته وبنائه وعمارته فهذه أمور تستهوي الشباب ونعود لنفس البيت الشعري فصادف قلباً خالياً فالفت مكنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر